ولمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات ينضم إلينا حازم البنة مرسل الغد آخر التطورات لديك حازم يعني آخر التطورات كما نشأت في هذه اللحظات دفعة جديدة من صواريخ الفصائل الفلسطينية المسلحة الآن تطلق باتجاه مستوطنات غلاف غزة نلاحظ ونرصد هذه الصواريخ مباشرة على الهواء في هذه اللحظات وهذا القصف الصاروخي يأتي بعد دقائق معدودة من الغارة الإسرائيلية الكبيرة التي استهدفت مبنى في وسط مدينة قطاع غزة مكون من خمسة طوابق وفيه أيضا مكتب وكالة الأناضولة التركية دمر هذا المبنى بالكامل بصاروخ من طائرة الـ F-16 بعد أن اطلقت عليه مجموعة من صواريخ الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية إضافة إلى إعلان وزارة الصحة عن استشهاد والدة الطفلة صبا أبو عرار التي أصيبت نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة شرق قطاع غزة وهذه السيدة كانت حامل استشهدت بعد إصابتها بشضية في الرأس وبطبيعة الحال هي وابنتها الطفلة صبا ولا ندري وضع الجنين بداخلها قد يكون فرق الحياة هذا كله يأتي في إطار استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي واستمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة استهداف المبنى السكني هذا في وسط منطقة مأهولة محيط أيضا تجمعات سكنية ومجمعات تجارية يدلل على أن الجيش الاحتلال يريد توسيع دائرة الرد العسكري وبدء استهداف مباني سكنية في الجولة التصعيد هذه استهدفت عدد من المنازل منزلين على الأقل وهذه أيضا مبنى سكنية ضم مجموعة كبيرة من منازل المواطنين إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بمحيط المنازل السكنية التي تجاور هذا المبنى المكون من خمسة طوابق إضافة إلى ستة عشر موقع عسكريا يتبع للحماس وحركة الجهاد الإسلامي وأيضا يعني خمسة وعشرين غارة استهدفت أيضا نقاط رصد وضبط ميداني على طول حدود قطاع غزة استهداف مجموعات للمواطنين وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن ثلاثة شهداء أكثر من يعني ما يعادل عشرين إصابة حتى هذه اللحظة بخلاف أيضا شهداء يوم الجمعة أمس وبالتالي الحصيلة ترتفع في كل لحظة والرد الفصائلي كما نشاهد على هذه الغارات الإسرائيلية ما زال متواصل عدد من رشقات الصواريخ كما لاحظنا قبل قليل وبخلاف ذلك يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن نحو ثلاثمائة صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وبطبيعة الحال البيانات العسكرية التي تطلق من قبل الغرفة المشتركة للفصائل المسلحة وأيضا للناطقين السياسيين للفصائل الفلسطينية تؤكد بأن هذه الغارات أو هذا القصف الصاروخي سيستمر طالما بقي جيش الاحتلال لواصل غاراته على قطاع غزة ولاحظ استمرار الرشقات الصاروخية الآن تطلق من قطاع غزة وهذا يدلل على توسيع دائرة الرد بطبيعة الحال هذه الغارات ربما تصل إلى مناطق بعيدة جدا وقام جيش الاحتلال بخطوات احترازية بنشر مزيد من القبة الحديدية في منطقة تل لبيب هذا قد يخفي قلق لدى الجيش الإسرائيلي من أن هذه الصواريخ إذا لم تطوى صفحة هذا التصعيد الإسرائيلي قد تصل إلى أبعد مدى وفي كل الأحوال هذه الرسائل المتبادلة هي للدلالة على التفاوض تحت النار الذي يجري الآن في القاهرة وحاول الفصائل الضغط أكثر على جيش الاحتلال وعلى بن يمين نتنياهو الانتزاع مجموعة من الحلول النهائية لا يمكن كما يقولون السماح بإعطاء إسرائيل مزيدا من سياسة شراء الوقت والمماطلة بتفاهمات التهدئة خاصة أننا جربنا طوال الفترة الماضية وكنا نرصد هذه التفاهمات الإسرائيلية توسيع مساحة الصيد قليلة ومن ثم يعود ويغلق مساحة الصيد اليوم غزة يشدد عليها الحصار تغلق المعابر كافة في وجه المواطنين اليوم على مقربة من شهر رمضان وبالتالي نتحدث عن منع دخول الشاحنات إلى قطاع غزة التي تحمل الأدوية وأيضا المواد الغذائية ومواد الإعمار إضافة إلى إغلاق البحر بشكل كامل ومنع الصيدين من الصيد وهناك حالة من التوتر والاستنفار في كافة الطواقم الصحية في قطاع غزة المستشفيات وأيضا الأجهزة الأمنية الشرطية حتى اللحظة لا يوجد هناك أي مؤشر لوقف لإطلاق النار في تعثر ربما الحوارات التي تجريها القاهرة مع قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأيضا مع الجانب إسرائيلي وبتدخل أيضا من الأمم المتحدة وبالتالي قد نكون أمام جولة تصعيد في كل التقديرات السياسية وحتى أيضا الفلسطينية تحدثون أن هذه الجولة ربما تستمر لأيام في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض الاستجابة لمطالب كسر الحصار ترجمة نانسي قنقر